كل شيء تغير هنا في الموصل عقب استعادتها من تنظيم داعش فرص الأعمال شحت وتعينات حكومية بات يتفرد بها متنفذين في الحكومة العراقية فلا بواكي لهؤلاء الكسبة الذين يبحثون عن أعمال بسيطة تسد رمق عيشهم حقيقة عزوف كثير من شباب البلد عن إكمال الدراسة والحصول على الشهادة هي عدة أسباب أهمها الوضع المعيش الصعب الذي يعيشها البلد عدم وجود فرص عمل بعد الحصول على الشهادة والتخرج وعدة أسباب أخرى أدت إلى تفكير معظم الشباب والغالبية منهم بالهجرة خارج البلد مهند شاب في العشرينيات من عمره ترك مقعده الدراسي مبكرا والتحق بتعداد الكسبة الذين يبحثون عن رزق شحيح يؤمن متطلبات عائلته يقول مهند لواني نيوز أنا عدا أشتغل تاكسي لأنني أعيش عائلتي يعني ما عندي باب رزق ثاني فإذا أتمنى تجيني فرصة أنه أطلع الخارج أو شيء أمن مستقبلي وأمن مستقبل عائلتي لأنه أنت تعرفون الوضعية فرد مرة إعبانة وماكوا أي مستقبل وحتى يعني الجيل الجاي همزة هم ما عنده مستقبل مئات الشباب باتوا يندرجون ضمن تعداد الكسبة والعاطرين عن العمل والبعض منهم بدأ يفضل الهجرة للدول الأوروبية بعد التحرير العيشة صارت حي صعبا يعني يعني في الدراسة على مد الشغل يعني ماكوا لا تعيين لا عدنا يعني مكانات نصرف عليها يعني أنا عرفت المدرسة على مد الشغل يعني على مد الإجارات حق المولدين والله العظيم يعني أطلع من هذا الفجر إلى هذا المقرب يلا خمسة عاش يوميا حتى عشرين ألف ما ووفقا للإحصائيات المنظمات المحلية أن تعداد الشباب الذين أجبروا على ترك مقاعدهم الدراسية تخطى حاجز العشرة آلاف شاب خلال العام الجاري نتيجة ظنك العيش وصعوبة الحياة ومتطلباتها اليومية عمر أزيدي واني نيوز الموصل ومتطلباتها اليومية